اشتركوا في القناة الاقتماني عفوا الى سي ا ا ا دو مع نظرة مستقبلية سلبية ماذا يعني هذا بالنسبة الاقتصاد التونسي يعني الكثير واعتقد انه هناك اشكال كبير جدا سيؤثر على مستقبل اولا العلاقات مع صندوق نقطة الدولي وكذلك قدرة تونس على تعبئات الموارد من المساعدات الثنائية من طرف الدول نعرف احنا في سبتمبر الفين واثين وعشرين الموديس صنفتنا في سي ا ا ا ا لكن مع افاق سلبية وكانت مستعدة بش تحولها الى افاق مستقرة اذا نجحت تونس في الحصول على الاتفاق النهائي مع صندوق النقد التالي لو حصلت تونس فرغلا لو تم عرض تونس على مجلس ادارة الصندوق النقد الدولي وصار اتفاق وقتها ما كانت شي موديس تصنفنا التصنيف هذا وتخفرنا كان توا يصير موديس ترفعنا بزوز درجات ومش ترفعنا بدرجة كهو اكيد هو توا الشي اللي حير هو انه الافاق حتى على مصول التصنيف الجديد هو افاق سلبية مش معنى سلبية معنى عندها السعدات بش تزيد التخفض وما عندهاش تفاعل على مستقبل المشهد الاقتصادي في تونس انه بش يزيد تقع فيه اشكالات كبيرة قلنا احنا انه في سبتمبر كنا في سئة وكانت الافاق سلبية وكانت موديس مستعدة بش تحول هالمستقرة اذا كانت وصلنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في اكتوبر 22 تحصلنا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن الاتفاق هذا ما نجمناش احنا نتحصل على مساعدات ثنائية على خلاف مصر اللي هي نجمت بالنسبة المساعدة ثانية الثنائية قلت الاتفاق على مساعدة الخبراء لا يكفيز اتفاق لا هو تأشيرة هو تأشيرة بش يقنع الدول على اساس انه يساعدوك معناها ثنائيا وتولي انت على خطر القرض هو ما عنده حتى قيمة قدام الاحتياجات متع المالية العمومية اللي يتقدر بخمستاش معنا خمسة مليار دولار كاملة ومحتياجات في حين صندوق النقد الدول بش يأتيك هذا في عام بش يأتيك تقريبا خمسمائة مليون دولار فقط وبالتالي ميجيش حتى عشر المبلغ يلزمك انت كي عندك الاتفاق للخبراء يلزمك تتمكن من تعبئة المورد الخارجي احنا ما عملناش شيء هذا قرار موديس سيعقد الوضعية الاقتصادية نعم نعم علاوة على انه من انساوش راهو هو صندوق النقد الدولي كان يعمل على توافق بين المنظمات الاجتماعية والحكومة وهذا لي بشي يخلي تتوفر الأرضية اللازمة لتنزيل الاصلاحات الاقتصادية هذي ما توفرتش وان شوفوا فما تجاذبات كبيرة بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية وخاصة المنظمة الشغيلة وهذا لي خلي موديس هي على الافاق انتحها سربية وتقول ما هون شي بش يوصلوا الى التوافق يخلي الحكومة قادرة بش تنزل الاصلاحات الاقتصادية نزيدوا عليها احنا مع هذا كل هالنتيجة الهزيرة متاع الدور الثاني هذا يرى هو مهم جدا اللي وقع البارح نسبة المشاركة نسبة المشاركة الضعيفة علاش لأنه صندوق النقد الدولي وقتل مشاهدة رئيس الجمهورية محترمة ومشارفة بالنسبة كان بحضين نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قال هي نتيجة محترمة لا 1% ضعيفة ما ضعيفة برأي كل الملاحظين السياسيين أنا خاتيني معناها لتحليل السياسية ولكن هذا شيء يتفقوا يقولوا كونه أنت كخبير اقتصادي 1.3% في الانتخابات التشريعية ما تساعد ناشت على خروج الأزمة هو عليش هو عليش لخطر هو صندوق النقد الدولي وقت انطلق في المفووضات مع تونس وقتها دستور جديد ويعرف ومشاه مع رئيس الجمهورية لأنه هو الضامن على مستوى تنزيل الإصلاحات ضامن علاش لأنه هو ليشكل الحكومة مش الأحزاب كما قبل في دستور 2014 وهو عنده حسب صندوق النقد الدولي الشعبية كبيرة 72% ترشح كرئيس الجمهورية لما يجي الدور الأول ويتأكد في الدور الثاني بـ 11% سولفيدير كرئيس الجمهورية هو واحده غير قادر على تنزيل الإصلاحات الاقتصادية ويلزموا التوافق قبل إلا كان قاعدة الشعبية نتعوه في 72% كان ربما لا يحتاج حتى إلى توافق مع المنظمات الاجتماعية وكان بالشعبية نتعوه ينجم وينزل الإصلاحات الاقتصادية لكن النسبة الضعيفة هذه هي تخلي ضرورة التوافق مع المنظمات الاجتماعية لكي نتمكنوا لكي نزلوا الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي الكرتوشة الإخرانية اللي مزلتنا وإحنا في السيئة الكرتوشة الوحيدة أنا أعتقد موجودة في مبادرة الاتحاد اللي عم تونسي للشغل أي لو كان تلقى أذان ساغية من طرف رئيس الجمهورية ويجلس الفرق على طويلة الحوار ونقول خلي نقول بدون إقصاء الناس الكل يولي برنامج لكل التونسيين هذا يقنع صندوق النقد الدولي على أنه بشي مرر ملف تونس إلى الجلسات القادمة غير مفتحة على الجميع حسب نتك الاتحاد اللي قال في طور الأول بش نعمل ورقة خريطة الطريق ولي حبي ينظم لها يصح على ما يعني مفتوحة يعني هو على الأقض نلقاو هالتوافق بين المنظمات الاجتماعية نقص منظمة هامة جدا المنظمة الأهم هي المنظمة الشغيلة لأنه انتك بشتبق الإصلاحات رفع الدعم وخاصة المؤسسات العمومية يمر حطما بالاتحاد اللي عام تنسير الشغل ولا يمكن تنزيل هذا الإصلاح بدون انخيرات الاتحاد في الإصلاحات الاقتصادية غيب منظمة العراف من حوار هذا لا يمثل عاق حسب رأيك لا منظمة العراف يعني معنية أكثر بمنف مناخ الأعمال والي هو يشهد توافق تقريبا بين كل الفرقاء اللي تيكا عنده دخل كبير في ملف مثلا خاصة المؤسسات العمومية أعتقد أنه الاتحاد اللي عام تنسير الشغل عنده يعني معناها مساهمين مساهمين في المعاه برشا قواعد برشا على مستوى المؤسسات العمومية وأعتقد أنه له وزنه ولا يمكن يعني تطبيق هذا الإصلاح بدون المرور بالاتحاد اللي عام تنسير الشغل أنا أعتقد أنه حتى إذا كان يبقى في إطار الرباعي وبمشاركة الحكومة وهو يمهد وربما يقنع صندوق النقد الدولي بشي برمج ملف تونس في قدم الجلسات ولكن بدون هذا أنا أعتقد أنه آخر تعليق أنا قاعد خايف أنه صندوق النقد الدولي بعدما وقع البارح من نسبة ضعيفة أنه يحسم في ملف تونس بالرفض نهائيا إلا إذا دويناها بالمبادرة عن طالتها ورغم الصورة التي جاءتنا من دافوز بين رئيس الحكومة ومديرة صندوق النقد الدولي عاش كان شوفتها سريضا يعني يعني مع معنى بروتوكولية يعني ما عندها حتى ولا علاقة ولا أعتقد أنه مديرة صندوق النقد الدولي استمعت إلى كلامي خص ملف تونس في هذا في هذا اللقاء أعتقد أنه جلسة بروتوكولية فيها تصور وهذا كهو لأنه دافوز ما هو شي بشي حل ملف تونس العقدة في المنشار في ملف تونس ما هي شي في سويزرة وقتها هي في تونس في التوافق مع المنظمات الاجتماعية هذا ما يطلبه الصندوق يقولها رئيس الحكومة شكرا مشكلتك في تونس أنا يقول لنا شوفوا حال من التبعاتكم بعد يجي بطبيعة الحال بطبيعة الحال شكرا سريضا هذا يتعليق يوم علمية عرض وثيقة الإصلاحات الاقتصادية بعنمين من أجل الاقتصاد مستدام ومنصف وفي تصريح سريضا قلت سيادك أنه حسب دراسة عملتها 75% من تونسيين ما بين 19 و40 سنة ينشطوا في القطاع المواسس بطبيعة الحال الشباب الشباب وقته هو يحب يستثمر ويمشي للقطاع المنظم شرقة عقيدات كبيرة إجراءات بالبشكرة ونسبة جباية عالية يقول لك وين كسر في رسينا ما ننمشي للقطاع الموازي وما عندي حتى تعقيدات ونسبة تجيبية سفر 75% من بين 19 و40 سنة كيف حسطول هذا الرقم هذا الرقم بتاع المعهد الوطني الإحصاء مش الرقم بتاعنا ما عملنا استبيان احنا احنا عملنا اخذينا الدراسات السابقة ومنها الدراسة قام بها المعهد الوطني الإحصاء وهو الذي بيّن أنه ثلاثة أربعة من الشباب من الفئة العمرية بين 19 و40 سنة يشتغلون في القطاع الموازي نمشي معك أكثر من هك أنا على مستوى العمالة وهذا الرقم يعني معهد الوطني الإحصاء تقريبا اللي يخدم كل في قالب بعضه في القطاع الموازي في تونس هو 44.8% من اللي يشتغلوا في الاقتصاد التونسي الكل وبالتالي إذا كان أحنا نحب نقيس الحجم من حيث العمالة هذا 44.8% قرابة نصف الطاقة الشغيرة في تونس تشتغل في القطاع الموازي بطبيعة الحال يقولوا قطاع موازي بطبيعة الحال نشوفه في العالم تقريبا ثلاثة أرباع من سكان العالم يشتغلون في القطاع الموازي تقول لتحكير على العالم هذه نتيجة طبيعية أو غير طبيعية بطبيعة الحال لماذا نقول لك الرقم هذا المخيف في الحقيقة فمشكون يقول مخيف ومشكون يقول مخيف الرقم هذا لماذا خاطر القطاع المنظم في أزمة والقطاع المنظم لا يخلق ثروة وكلما تعددت الأزمات في القطاع المنظم كلما تفاقم القطاع الموازي عندك جملة قلت المشكل ليس في القطاع الموازي وإنما في القطاع المنظم بطبيعة الحال لأنه القطاع المنظم يشهد تعقيدات كبيرة وهو مريض وفيه نسبة فيه جباية عالية وبالتالي تكلفة على مستوى الاستثمار في القطاع المنظم عالية والدليل على ذلك أنه عديد الشركات تحول جزء من رقم المعاملات انتحى في القطاع الموازي لكي لا تدفع الجباية بنسبة الضغط الموجودة وهذا يدل على أنه المرض والعل موجودة في القطاع المنظم القطاع الموازي قاعد يشغل في 44.8% من العاملة التونسية القطاع الموازي قاعد يقدم فيه سلعة وفيه خدمات اللي هما يتماشيه والمقدر الشرائيه من المواطن التونسي لكن لا يوفر تغطية اجتماعية لا يوفر حماية للشغالين معنى القطاع يخدم فيهم ومنهار تليم هذه المعالجة هنا المعالجة بش تصير يعني كي تعمل لحسابات بنا هنا وهنا كمستثمر هو يساعد وكشاب يساعد ويستثمر في القطاع الموازي يكون الربح انتعه أكثر من الربح على مستوى القطاع المنظم لأنه التكلفة عالية جدا ولكن حتى الموظفين في القطاع الموازي هم بيدهم يطلبوا من رئيس العمل انتحهم باش ميدكلاريش عليش خادر كان يدكلاري بهم ما عندهمش الحق باش يخدموا باش يشاركوا في الكونكورت الوظيفة العمومية والقطاع العام وبالتالي يقولونه ما تصبحش ما نتو معاتش نحكيه على ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظف شوالي نحكيه على ادماج القطاع المنظف الموازي ظهري أسهل بما أنه لا هذا لا هذا احنا نحن نصبح دون دوز اكسرام ان اكسرام اللي هو يدفع جيبايا عالية والاكسرام اللي هو يدفع صفر جيبايا اشي يلزم يلزم نقربوهم لبعضهم بش يلتقيوا ما فيه في نقطة معينة اللي هي فيها الجيبايا نسبة مقبولة اللي هي ما 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 تضعفش المستثمر وتجعوا على الاستثمار كلمك معقول سريضا لكن انا نتفاعل معك انا نحط روح في بس الحكومة الحكومة عندها طرف ضرف طارق ان هي لدعم الموارد المالية عندها مصاريف كبيرة الدولة ما سكرتش بجيم تاحد نونك هي ملزمة او معناها مرزوزة اني ترفع في الجيبايا سمعني انتي توا كي عندك تهرب ضريبي كبير علاش مخاطر نسبة الجيبايا عالية انتي كيزيد ترفع في النفس في الضريبة اش بشي يقع يقع تهرب ضريبي كبير يا عندي لمشكل انتك انتي في النسبة هذي لها النسبة عالية اش يرزم انتي بش العبادة تجي تصرح وتجي تدفع يسمك تنقض تخفض في النسبة واختي تخفض في النسبة تولي تنقص في التهرب الضريبي وتولي المحاصيل الجيباية ترتفعها بطبيعة الحال كلام معقول لكن حكومة تغذر الغدوة عندها مشاكل في غدوة مش بعد خمس سنين ولا ثلاث سنين الحكومة عندها مشكل في غدوة بش تسكر ميزانية الفين ثلاثين وعشرين حكومة تونسية مع مناول مع مناول عاملة عفو الجيباية اليوقع وانه المحاصيل الجيباية ارتفعت بصورة كبيرة وكبيرة جدا فعا انتي لما تعمل لما تخفض في نسبة الجيباية بش تنقص في التهرب الضريبي وكل سنة بش تحصل على موار جيباية اضافية لكن في قانون المليل لسنة الفين وثلاثة وعشرين رفعنا في الجيباية ونتوقع انه المحاصيل الجيباية بش ترتفع باربع فاصل خمسة مليار دينار كاملة يعني بش توصل من ستة وثلاثين مليار دينار الى اربعين فاصل خمسة مليار دينار وهذا من سبيل المستحيل علاش لانه المؤسسات الاقتصادية تمر بذائقة مالية من جراء الجائحة الصحية ومن جراء الحل الصراع في اوكرانيا وما شابه ذلك وبالتالي لم تحقق الارباح الكافية اللي هي بش تدفعها بش تمشي تسرح بالمداء بالارباح انطحة ومن ناحية المواطنة التونسي يمر بظرف معناها سيء جدا للمقدر الشرائي انته قاعدة تتراجع بصورة كبيرة وكبيرة عشدا وبالتالي انتي تزيد الترفع في الاداءات لا يمكن مش ممكن انه بش تحصل على مدارة جبائية معناها كان النخص ريذا المواطن بش يدفع في التاثة وعشرين الجباية عام 24 ما كش تلقى خاطب بش يحصل مراذي هو بش يتهرب ويمشي للقطاع الموازي يعني القانون المالية الاجراءات اللي فيها بش مش مش تقلص من الاقتصاد الموازي هي بش تفاقم في الاقتصاد الموازي بش تدفع الشركات اللي هما في القطاع المنظم بش يزيد ويصرحوا اكثر ما بالا في القطاع الموازي وبالتالي ما يصرحوا كان جزء ضعيف جدا زيت في الجباية فما حتى مشكل انا جو ديك لار موا دو بنيفيس ونخلص اقل قرارات الحكومة اللي جات في قانون المالية بين قوسين بين قوسين ممكن الان وكي تزيد انت في الجباية المحاصيل تزيد وقتاش وقت لي عندك انت ادارة جباية قوية جدا ولكن انت ما عندك شي هذا ما عندك شي هذا عليش الريجيم فورفتير التغييرات التحويرات اللي جات عليه في قانون المالية عشرين وتتسميه قانون الجباية عشرين حاسب رأيك بش تكون عندها وقع ابدا ابدا علاش اول انت كما قلت هذا قطاع مريض والقطاع الموازي تتحب تدخل في القطاع المريض هو مرفوض حتى من منخريته الشركات هي اللي تشتغل في القطاع المنظم هي بدأ رافضة والدليل على ذلك هي تتهرب ضريبيا انت كبش تدخل القطاع الموازي وسبعة عشرين نشاط غاديك اش بش يقع بش يقع بش يقع سو ديكلاراسيون بش يقع تهرب ضريبي كبير وكبير جدا ومن ناحية اخرى اذا كان توسوا يوصلوا بعض القطاعات اللي هما بحكم المراقبة الجبائية بش يخضعوا بالصفة عليهم هذا كبش ينعكس مباشرة على الاسعار تمشي بتصلح كربانتاك ما عاش يقول لك خمسين يقول لك خمسين وزيدني التفايا يعني التفايا الشكل يدفع فيها هو المواطن التونسي يعني طريق بطريقة اخرى وبصورة غير مباشرة هي ضريبة ليس على الانشطة متى القطاع الموازي بل على المواطن التونسي نجيب للحلول يقترح مركز الدراسات والبحث الاقتصادية والاجتماعية ليس مركز الدراسات والبحث هو فوندسيان فريدريش لا خلينا نرجع العمل الى اصحابه لأنه هي فوندسيان فريدريش بيرت عن طريق جي اس دي جينيراسيان سوسيال ديموكرات وهنا بالمناسبة بش نشكر رئيسة المشروع الاستاذة ملكة الدراوي هي اللي اشرفت على اربع مواضيع اربع مشاريع من بينهم مشروع تاقطاع الموازي واللي هو شباب الجيل الديموقراطي الاجتماعي وهو اللي اضطرته انا في موضوع متاع القطاع الموازي وتفهمنا على الحلول اللي هي عندها طابع اجتماعي ديموقراطي ليس حلول كما قدمت في قانون المالية لسنة 2023 بل حلول مغايرة تماما لما وقع في قانون المالية لسنة 2023 كنت تعطينا فكرة على الحلول هذي سببا احنا قبل منوصل للحلول هذي رأوا العمل هذي قام بتشخيص كبير وكبير جدا وجزأ القطاع الموازي الى تسع انشطة هامة وهامة جدا هي ما يسمى بالمشاريع الصغرى والتي هي تقريبا تحتل خمسين فالمائة من القطاع الموازي والسيانة والاصلاح والباع المتجولون والعمل غير القانوني عن بعد والتجارة الإلكترونية غير القانونية وقدمنا حلول لكل نشاط النشاط الأهم اللي هو قدمت فيه حلول القانون المالية لسنة 2023 وهو المشاريع الصغرى يعني ايش قلنا احنا قلنا اول حاجة نتخلاو على شرط عدم الانخراج في الضمان الاجتماعي في ملاظرات الوظيفة العومية والقطاع العام علاش باش في القطاع الموازي هذا يصرحوا بالموظفين انتحهم هم يحبوش يصرحوا علاش خد يقول لهم بربي ما تصرحوش لخطر مترسيلي ما نجمش نشارك في الكونكور ليه خليصرحوا باش نبسطوا المستمعين يعني انسان خذاش هادو يحب يقدم روحوا الكونكور هو كان يخدم في الموازي ايه باش يقدم روحوا الكونكور ما يزموش عنده نمره في السناسية ساحي ساحي يخدم يطلب من المؤجر متاعه وما تقايده قولوا بربي ما تقايدنيش ما ديك الاريش ما ديك الاريش عليها نسقطه الشرط هذي تولي العباد تولي العباد تولي تصرح وقد ما تصرح من عمال انت قد ما ينحيولك اللي يخدم في القطاع الموازي يساعد وهو باش يصرح خطر كي يصرح يولي هو تحذف من القايدة الضريبية وهذا يشجع انت القطاع الموازي باش يخدمه بزيد واحد ويزيد كذلك يعطي لل اللي كان نصرحه احنا يولي هذا يعطي كذلك يعني فكرة لا لا يعطي يعطي أموال يعني يعطي مساهمات اجتماعية للسناديق الاجتماعية اللي هي بعمس الحاجة لها واش قلتنا قلت نغيره نظام التقديري الحالي الحالي هو قبل القانون المالية لسنة 2023 لانو هذا العمل انجزه قبل القانون المالية لسنة 2023 قبل اش عندك انتي عندك اللي هو اقل من 10 الف رقم معاملات اقل من 10 الف دينار يخلص 100 دينار اللي كانوا فيه بعيد على المناطق البلدية وكانوا في المناطق اللي زون فانتمتع المناطق البلدية يخلص 200 قانون المالية رجعوه 200 و400 واللي هو فوق الا 10 الف يخلص 300 3 في المية من رقم المعاملات حتى للمئة الف دينار فوق المئة الف دينار لا يدخلش في القطاع الموازي وبالتالي في في القطاع المنظم انا ش قلت احنا ش قلنا قلنا يا سيدي عنا 3 في المية ولا نحيه المياه والنوحه الميتين واللي يخدم هو بين 4 و 6 عمال خطره من يجموش يخدموا اكثر من 6 عمال سينهم معادش مع الشركات صغراء اللي يخدم بين 4 و 6 عمال يخلص 1.5 في المية في عوض 3 في المية واللي يخدم 3 عمال 2 في المية واللي يخدم عاملين و 2.5 في المية واللي يخدم عامل 1 3 في المية معنا قد ما انت يتخدم قد ما تدفع اقل اداء وقلت قلنا اللي يخدم فوق الستة وحب يتعدى نعطوه عامين اعفاء ومن بعد يتعدى للستة ولي في المنظم وزيدك على زيد خلينا نكمل هذا سيان بورتون وزيدك على زيد اللي نعطيه للأصحاب المشاريع هذوما قروض بانكية بنسبة فائدة تفاضلية قد ما هو يخدم للخدامة قد ما لتود انتراه ينقص يعني اللي كان هو يخدم 4 عمال فيما فوق نسبة الفائدة في السوق النقدية نحو منها 3 نقاط ولي كان هو يخدم 3 عمال نحو منها 2.5 ولو كان يخدم عاملين نحو منه نقطين ولو كان هو يخدم عامل واحد نحو منه نقطة دولة هي هي اللي تتكفل بالفرق هكا النقاط المحذوفة هي الدولة تعمل مجهود على اساس انه بيش تدمش القطاع الموازي في القطاع المنظم سريداء خاطر مع الوقت زربنا خلنا نكونوا عمليين نعطيك لاشتال أخرين ولا نحب نعرف هل أنا متأكد من انه من الاقتراحات متاعكم ممتازة وعن واقعية هذا فيه هدف عندك هدف التشغيل اي قداش تتوقع انه السلطة التنفيذية نجم تسمع عن كلام هذية وهي غادسة في اذا ما تلقى حل مع صندوق الناقض الدولي غادسة في انها تعب السلطة التنفيذية لم تستمع وانطلقت في قانون المالية لسنة 2023 اللي وليه في الثول وقت الحاضر واللي هو هذا كيفاش نطبقوها كيفاش نوص اسمع دور دور الرجل الاقتصاد انه يقترح ولكنه ليس مسؤول على التنزيل الا اذا تحمل مسؤولية على مستوى الحكومة حسب رأيك انت المسؤولين متأكد فيهم خبارة شنوه اللي يلز في الفويتو نوفوم متاع حكومة النسية خاطر القارات الكلا حسب ما قلت انت قارات الكلا هي تزيد كبر في الغول هذا امتاع قطاع الموازي ماهيش هذا السؤال يسأل لرئيسة الحكومة ولوزيرة المالية لماذا اتخذتم الاجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2023 وهذه الاجراءات اجمع عليها كل الخبراء انها اجراءات خاطئة ليس فقط يعني هذا العمل الذي يقول انه اجراءات 23 هي اجراءات خاطئة كل الخبراء وكل المختصين في الشأن الاقتصادي نعدك سريذا تعاود ترجع بأحذين وفمبرش مواضيع منها لانو لانشطة الاخرين عندنا فيهم حلول كلهم نحكي نحكي على قطاع على الريع شفت أحذين وراتني المحاول أربع محاول ممتازة ومهتمة نحب نشكر الجيل الشباب اللي شارك في العمل وهذه واللي كان له مساهمة جيدة وجيدة جدا في هذا العمل المميز اعتقد المميز على الأقل عنده مقاربة اجتماعيا الشباب هذين مازال في تونس مؤمن بها نحكي برشا على هجة الشباب برشا عبادها نعم فما الناس متفائلين ويراوا أنه لابد أنهم يعطيوا لتونس والنتائج لا يتحملونها بل تتحملها الحكومات التي تشرف على الاقتصاد هما هما مازالوا قاعدين بطبيعة الحال نوفي بالنوت شكرا خبير وأستاذ في الاقتصاد على كل المعلومات القائمة نحن نرجع بعد شوية في الانترفيو ستارت